بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم دروس في الحج الدنس الضابع الحج من مكفرات الذنوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فالحج من مكفرات الذنوب يكفر الله به الخطايا فمن حج هو مخلص لله في حجه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم في أدائه فإن الله يكفر بحجه ذنوبه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا فقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه فالحج يكفر الذنوب ويمحو الله به الخطايا لما فيه من الفضائل العظيمة من تعب البدن وإنفاق المال والصبر على المشقة في سفر الحج ومناسك الحج كل هذه عبادات عظيمة كفر الله بها الذنوب ويكفر بها الخطايا حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحج المبرور والحج المبرور هو المقبول الذي قبله الله سبحانه وتعالى من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه يعني مكفرة عنه خطاياه بحجه وهذا فضل عظيم ثواب جزيل واليوم الحمد لله الحج متيسر لما يسر الله من وسائل النقل السريعة والمريحة ولما وفر الله من الأمن في طريق الحج وفي المشاعر الحج ميسر وسهل ولله الحمد وأجره عظيم وثوابه جزيل فينبغي للمسلم أن يكثر من الحج بعد أداء الفريضة قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنه ما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة فالمسلم يحرص على تقديم العمل الصالح من حج وغيره ما دام على قيد الحياة وهو متمكن من فعل العبادات والحياة لا يطمع فيها وطول العمر لا يطمع فيها إلا لأجل العمل الصالح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى فالحج والعمرة الآن قد تيسرتها لكل مسلم من قريب ومن بعيد فالفرصة سانحة والوقت مناسب والحمد لله فلا يحرم يحرم المسلم نفسه من هذا الثواب العظيم وهذه الفرصة العظيمة التي هيأها الله له فأن الأجر عظيم والكل فهي سيرة والحياة قصيرة فعلى المسلم أن يبادر وأن يخلص النية لله عز وجل وأن يكون زاده من الحلال الطيب تزودوا فإن خير الزاد التقوى فهذه أمور يجب على المسلم أن يتنبه لها وأن لا يغفل عنها وكل العبادات والحمد لله كلها ميسرة لمن يسرها الله له والإنسان ليس له إلا ما عمل في هذا العمر من خير أو شر فعليه أن يبادر ما دام على قيد الحياة وما دامت الفرصة ممكنة فإن الأجل قريب وإن الموعد قريب مع الله سبحانه والله جل وعلا تكفل أنه لا يضيع أجر من أحسن عمل ومن يعمل خيرا يجز به ومن يعمل سوء يجز به فعلى المسلم أن ينتهز فرصة عمره التي أعطاها الله له وأمهله فيها ترجمة نانسي قنقر